لماذا هذه الأسعار المبالغ فيها؟ لماذا هذا التجويع؟ لأن هناك فوضى حكم البلاد في هذا الوقت تروح سيارات معبئة لبيوت الوزراء وبيوت الولات ومرت حتى شيف دايرة ولا رئيس البلدية وبيوت الجنيرالات وبيوت الكوميسير ديفيزيونات تروح لهم سيارات معبئة تعرفوا أنه فيه ميزانية مخصينها أنهم يبعثوا زوج خرفان كل أسبوع لكبار الجنيرالات لحامل رتبة اللي وقفة ما فوق في العاصمة إلى هذا الحد في حين أن كائن اللي ما يشوفش الحم إلا في العيد الأضحى مرة في العام أو يشوفوا مرة في الشهر هذا استعمار ومع ذلك نقول لهم فقط عودوا إلى ثكناتكم وتوقفوا على النهب لأن الشعب لن يستطيع أن يصبر أكثر مما سبر وإذا ما خرج سلميا سيخرج بطرق أخرى وهذا ليس لا في مصلحة البلاد ولا في مصلحة الشعب ولا في مصلحةكم أسمعوا قبل أن تتجاوزكم الأحداث راه مبارك ثاني كان يقول لهم خلوهم يتسلوا راه بن علي ثاني كان يقول رانا هنا والدولة راي هنا كما قالها تبون له البارح بل أن أويحيا كان قالها في فبري 2019 قال الشعب جزائري ما يخرج ولا خرج الدولة هنا عودها تبون المجرم قبل ثلاث أيام ولا ربع أيام مع هذا الصحفي النكير اللي دار معاه هل ننصحكم مرة أخرى عودوا إلى رشدكم الوقت ينفذ وكلما مرت الأيام كلما تكشفت فضايحكم وتكشف مكركم وكذبكم وخداعكم واللي خدعتهم هنا والله هي يعاود ويرجع للصح اللي راه مقطع عليه الماء أو اللي تكتع عليه تريسيتي أو اللي مش لقي خدمة أو اللي مش لقي سكن كل هؤلاء في لحظة معينة يقول لك خلاص بدل ما نروح نغرق في المخدرات ولا بلك نغرق في البحر خليني ننتفذ على هذه العصابات ونجيب حقي بيدي وراهي تتراكم السحب تتراكم والصنامي راح على الأبواب فعودوا إلى رشدكم أما هذه المهزن العظمى والاستفزاز العظيم للشعب لدرتوه بتكريم كبار المجرمين خاصة النزار وتوفيق فإن هذه والله الشعب لن ينساه لكم أبدا أبدا موسيقى